بين هذه الجبال قرب الحدود السورية التركية أنشئ مخيم خربة الخطيب قبل نحو أكثر من عامين مخيم يصفه سكانه بالمنعزل تماما عن القرى والبلدات القريبة منه الطريق الوحيد الذي يربط المخيم بأقرب منطقة مأهولة غير سالك بسبب وعورته الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية التي تصل للمخيم فضلا عن امتناع كثير من سائقين مركباتي والبائعين الجوالين من الدخول إليه الطريق ما هورت فيه ناس يعني واحد يريد يسعف عيلته وما يحسن حتى سيارات الإسعاف والدفاع المدني ما عاد يجي علينا بسبب الطريق ومشاكله محفر كله حجار وما نحسن نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل منطقة بعيدة عن طريق العام بعيدين يعني أقرب دكان علينا في بيننا وبين وخمسة كيلو متر إذا بدي ربطة خبز بدي إدفاع الدبل توصل جيبة يعني الدبل يعني من جسمي من تعبي وإذا حدا بدوا يجيب ليها بدوا ياخد الدبل من سبب البعد والطريق الصعب كتير يعني ما في يوم بعدي هو الحمد لله كل حال إلا بدي يصير معنا عطل فجر دولاب كسر برغي كسرت ريشي هيك بيصير معنا وما حدا بنزع المخيم يعني وأنا بالنسبة إليه الحمد لله بنزع يعني صاحب الأجرة بس من عدة إن شاء الله أجر وأجر لا يقتصر الصعوبات التي تواجه المخيمة على الخدمات التعليم هنا مشكلة حقيقية فلا مدرسة أو لا أي مركز للتعليم ما تسبب بغياب أكثر من مئتي طفل عن المدارس منذ أكثر من عامين وأنه ما في سيارات تاخدنا وتجيبنا وأنا عبتعلم بالبيت بس ما مثل الأنسة مثل خلقت يعني غلطت شي بتقلي أنه بتردني ياكل شي بس ما في يعني بس نحن مريد أنه هون يعنوننا مدرسة أنه كتير بعيدات المدرسة والطريق كتير بعيد يعني أكثر الشي هالعالم عبتتعمل بتوقع كرمال هالطريق يعني طريق كتير بشي وما في حدا أنه ياخدنا ويجيبنا يحوي المخيم أكثر من مائة وستين عائلة مهجرة من مناطق مختلفة من ريفي إدلب وحلب ويضم بئرا وشبكة مياه للشرب لكن البئر متوقف بسبب عدم وجود أي جهة داعمة لتشغيله عشرات العوائل في مخيم خربة الخطيب تواجه عزلة تامة كثير من الخدمات توقفت بسبب هذا الطريق الوعر من دون أي تدخل من منظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول تساعد الأسر المهجرة إبراحيم سوية تلفزيون سوريا ريفو إدلب الشمالي